عايزة أكلمك على لما جيتي مصر وتم اختيارك أنك حتكوني موجودة في كنيسة الميلاد في الافتتاح في العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وغنيتي الترميمة الحلوة بإسمعنا صوتك فيها وفي حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً لما قلو لك ودعوكي للمشاركة في الافتتاح ده يعني كان شعورك إيه وفكرتي بقى أول شيء شرف كبير كان لقلي كان أول مرة حتيجي تشوفي العاصمة الإدارية أصلاً والكنيسة أول مرة كنت أصلاً بغني بمصر كمان كانت دي أول مرة هاي أول مرة أنا كنت جيت كذا مرة عمصر سياحة يعني وجيت أحدى الأوبرا عيدة أدام الزائرة سائحة أه سائحة بس كان أول مرة جاي عن جد يعني وكانت أحلى أحلى دخول على جمهور المصري لأنه كانت على التلفزيون والناس حضروني طبعاً ملايين الناس وأكيد كان إلي الشرف كنت عم بقدم هالترنيمة بوجود الرئيس السيسي وكل المدعوين وكنت كثير سعيدة من ردة الفعل الجمهور والصحافة والميديا طبعاً وأنتوا أصلاً كنتوا أول تلفزيون استضافتني بعد الحفل ما بيخفى عليك أنه كنت شوي متوترة وكنت خايفة شوي ما كنت عارفة كيف الناس ستتقبل هيدا الشي بالعكس يعني اكتشفت أنه مصر والمصريين عندهم هالانفتاح مثلنا مثل اللبنيني وصيرت أفهم ليش نحنا هالقد منحب بعض صحيح يعني نحنا نحن نحب الحياة مثلنا مثل كون نحن نفتحين وبيحبوا عن جد يتطلعوا والجمهور المصري لا ينظر للجنسية القادمة صحيح العلاقة ما بينه وبينه هو الفن صحيح فن حلوة هتلاقيه واقف وسامع وزويء كتير طبعاً شفتي الكنيسة ازاي يوميها كنيسة الميلاد جميلة 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 جداً والمسجد كمان يعني عملنا البرمة وزرنا كل شيء وكانت بعد المدينة عم تتعمر يعني هلأ عرفت أنه صارت خلصة يعني قداس دايماً والعيد الميلاد بيبقى موجود في الكنيسة وطبعاً بيحصل نفس الشيء في المسجد فالدنيا بقت حاجة حلوة